الجهاز التنفسي في الإنسان دوره هو أنه بياخد الأكسجين من الهوى وينهله للدم والدم بعد كده بيوصل الأكسجين لخلايا الجسم وبياخد منها ساني أكسيد الكربون بعد كده الجهاز التنفسي بياخد ساني أكسيد الكربون من الدم وبيخرجه لخارج الجسم والموضوع ده بيحصل من خلال عملية الشهيق والزفير الجهاز التنفسي بيتكون من مجموعة أعضاء كل عضو منهم لوظيفة معينة بيقوم بها أعضاء الجهاز التنفسي بتشمل كل من الأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية اللي بتتفرع بعد كده إلى الشعب الهوائية والشعب الهوائية بتتفرع بعد كده لأفرق أصغر منها اسمها شعيبات هوائية بتنتهي بحاجة اسمها الحويصلات الهوائية وأشر حاجة في الجهاز التنفسي هي الراتين واللي بتحتوي على الشعب الهوائية والشعيبات الهوائية والحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية اللي يحيطوا بيها تعالا بقى بعد كده نشوف كل عضو منهم بيتكون من إيه ووظيفته إيه أول حاجة هو الأنف الأنف هو الممر اللي بيدخل منه الهواء إلى داخل الجسم وبالرغم من إن الفم برضو بيدخل منه الهواء إلا إن الأنف هو الممر الأساسي واللي يفضل صحيا دخول الهواء منه وده لتلات أسباب أول سبب هو إن الأنف ممر دافئ بسبب وجود شعيرات دموية كتيرة بتبطن الأنف من الداخل والسبب ده برضو بيخلي الأنف عرضة للنزيف بسرعة وبشكل متكرر والسبب الثاني هو إن الأنف ممر رطب لإنه بيفرز مخاط والسبب الثالث وهو وجود الشعر اللي في الأنف مع المخاط بيعملوا كده زي مصفة أو شبكة علشان ينقوا الهواء اللي داخل إلى إرئتين من الشوائب والأتربة الهواء بعد ما يمر من الأنف بيدخل إلى البلعوم واللي بيكون موجود خلف وأسفل الفم والبلعوم هو ممر مشترك ما بين الفم والأنف لإنه بيمر منه الهواء في حالة التنفس إلى داخل القصبة الهوائية وبرضو بيمر منه الطعام في حالة الهضم إلى داخل المرية وبالتالي البلعوم هو ممر مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بعد كده الهواء بيمر من البلعوم إلى الحنجرة والحنجرة هي صندوق الصوت لأنها بتحتوي على الأحبال الصوتية والصوت بيخرج نتيجة اهتزاز أو حركة الأحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة والحنجرة بتكون موجودة في الجزء الأمامي من الرعبة بعد كده بينتقل الهواء إلى القصبة الهوائية والقصبة الهوائية هي عبارة عن أنبوبة فيها حلقات من الغضروف حلقات الغضروف دي دورها أنها بتخلي القصبة الهوائية دايما مفتوحة علشان ما تقفلش في أي وقت وأي حالة سواء كان نايم أو صاحي دايما مفتوحة لأنها لو اتقفلت هتمنع مرور الهواء إلى الرأتين وممكن تسبب موت الإنسان القصبة الهوائية بتكون مبطنة من الداخل بأهداب الأهداب دي بتتحرك من أسفل لأعلى علشان لو الهواء فيه أتربة أو غبار أو أي ضقاء الغريبة بتطردها خارج القصبة الهوائية وكمان جدار القصبة الهوائية بيفرز مخاط بيرطب الهواء اللي داخل إلى الرأتين يبقى كده إيه هي الملعمة الوظيفية للقصبة الهوائية؟ أول حاجة القصبة الهوائية بيحتوي جدارها على فرقات غضروفية علشان تخليها دايما مفتوحة تاني حاجة القصبة الهوائية بتكون مبطنة بأهداب بتتحرك من أسفل لأعلى لتعمل على تنقية الهواء من الأتربة والغبار وكمان جدار القصبة الهوائية بيفرز مخاط بيرطب الهواء اللي داخل إلى الرأتين وبيلتصك به إلى تربة والغبار علشان يتم ترده بواسطة الأهداب وفي نهاية القصبة الهوائية بتنقسم إلى شعبتين رئيسيتين علشان كل شعبة تدخل إلى كل رأة وكل شعبة بتتفرع داخل الرأة إلى أفرح صغيرة اسمها الشعيبات الهوائية الشعيبات الهوائية بتنتهي عند أكياس صغيرة اسمها الحويصلات الهوائية والحويصلات الهوائية دي هي اللي بيحصل فيها عملية تبادل الغزاة واسم الإنسان بيكون فيه رئتين رئة في اليمين ورئة في اليسار وكل الرئة بتحتوي على الشعب والشعيبات الهوائية والحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية المحيطة بيها والرئة الوحدة بيكون فيها حوالي 600 مليون حويصلة هوائية علشان يزودوا من مساحة سطح عملية التبادل الغزي الحويصلات الهوائية علشان تقدر تقوم بوظيفتها على أكمل وجه لازم يكون فيها صفات معينة يعني مجموعة خصائص بتمكنها من القيام بوظيفتها فنقول عليها الملاءمة الوظيفية للحويصلات الهوائية أول حاجة عددها كبير جدا 600 مليون حويصلة هوائية في كل الرئة علشان تزود من مساحة سطح التبادل الغزي تاني حاجة جدارها بيكون رقيق علشان يسهل ويسرع من عملية التبادل الغزي تاني حاجة بتكون محاطة من الخارج بشبكة من الشعيرات الدموية واللي دورها هو إنها بتنقلها غاز ثاني بكسيد الكربون وبتاخد منها غاز الأكسوجين رابع حاجة جدار الحويصلات الهوائية من الداخل بيكون مرتب ببخار الماء بخار الماء بيكون مهم لزوبان الأكسوجين وساني بكسيد الكربون علشان تتم عملية تبادل الغاز من هواء الحويصلات الهوائية والدم اللي يمحيط بيها في الشعيرات الدموية وده بيوضح لنا تفسير خروب بخار الماء أثناء عملية الزفير لأن الجهاز التنفسي زي ما بيخره كهاز ثاني بكسيد الكربون برضو ليه دور في إخراج الماء مع هواء الزفير بحيث إن الإنسان بيفقد يوميا حوالي نصف لتر بخار الماء اللي بيكون موجود على الجدار الداخلي للحويصلات الهوائية واللازم لزوبان الأكسوجين وساني بكسيد الكربون لإتمام عملية التبادل الغازي بين الحويصلات الهوائية والدم الموجود في الشعيرات الدموية وبكده نبخلصنا أعضاء الجهاز التنفسي ولكن عندنا أعضاء تانية بتشارك في عملية التنفس ومن الأعضاء دي عضلة الحجاب الحاجز والضلوع اللي بتكون موجودة في الكفص الصدري والعضلات الموجودة ما بين الضلوع الحجاب الحاجز هو عبارة عن عضلة كبيرة بتحجز أو بتحجب ما بين الصدر والبطن وبتعتبر عضلة تنفسية لأن أثناء عملية الشهيق بتنقبض علشان تكبر من حجم تجويف الصدر لدخول الهواء إلى الرئتين وبيحصل العكس أثناء عملية الزفير وكذلك برضو الدلوع والعضلات الموجودة ما بين الضلوع أثناء عملية الشهيق بتنقبض العضلات دي فتتحرك الدلوع للأمام وللجانبين علشان تزود من مساحة تجويف الصدر وأثناء الزفير بيحصل العكس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة